اشتركوا في القناة حيث نقل له تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيتي جلالته له بدوام التوفيق والنجاح بعدها استعرض سموه مع رئيس الاتحاد الدولي ما شهدته ألعاب القوى البحرينية من تطور كبير استطاعت من خلاله أن تثبت قدرتها على تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى إحراز الإنجازات على مستوى البطولات القارية والدولية لا سيما بدورات الألعاب الأولمبية لتسطر بحروف من ذهب اسم مملكة البحرين على خارطة هذه الرياضة هذا وناقش سموه مع السيد سباستيان كو سبل تعزيز أوجه التعاون وعناصر التمييز والتنافس الرياضي بما يدفع بالعلاقات نحو تحقيق نجاحات مشتركة تصب في مصلحة تطوير رياضة ألعاب القوى الدولية متمنيا سموه النجاح والتوفيق للاتحاد الدولي للعبة في أداء المهام وتحقيق الأهداف التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى هذه الرياضة العريقة ترجمة نانسي قنقر